اشهد سعادة سيد ايمان بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة بنجاح جلسة المحاكاة البرلمانية للشباب التي نظمها مجلس النواب تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في دعم الشباب وتثقيفهم بالعمل الوطني وممارسات العمل البرلماني وحثهم على المشاركة الفاعلة في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة وقال سعادة الوزير ان مشاركة سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب في الجلسة البرلمانية وحرص سموه على إلقاء كلمة بحضور كوكبة من الشباب البحريني يؤكد على دعم سموه لترسيخ قواعد الديمقراطية لدى النشئ والشباب ليكونوا فاعلين في المجتمع ومشتركين في صناعة القرار فضلا عن انخراطهم في العمل البرلماني وأضف وزير شؤون الشباب والرياضة أن نموذج محاكاة الجلسة البرلمانية للشباب يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها معالي رئيسة مجلس النواب في سبيل تعزيز الثقافة البرلمانية لدى الشباب البحريني بالإضافة إلى كونها خطوة في سبيل تحقيق نشاطات وبرامج تستهدف بناء جيل واعن وقادر على تحمل المسئولية وعارف بكافة مجريات الجلسات البرلمانية والأدوات التشريعية والرقابية حيث إنها تشكل رافدا للديمقراطية وتعزيزا لمبادئ الحوار كما أشار سعادة الوزير إلى أن مثل هذه البرامج أثبتت جدواها سياسية من خلال تعزيز الثقافة البرلمانية والأطر السياسية في المحافظة على المكتسبات الديمقراطية في مملكة البحرين